إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كان حديثنا حول موضوع الإمامة والمجتمع الإنساني حيث قلنا بأن الإمامة تعتبر ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني والإمامة بعد أن فسرناها قلنا أنها تارة تتحد مع النبوة فيكون الإمام في نفس الوقت نبياً أو يكون النبي في نفس الوقت إماماً وأخرى تفترق عن النبوة وتحدثنا في هذا الموضوع من أدة جوانب وكان أحد الجوانب المهمة التي أشرنا إليها في حديثنا في آخر حديث لنا هو تفسير عدم استمرار النبوة في النبوة الخاتمة حيث نلاحظ بأن النبوات والرسالات السابقة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله كانت تتبعها نبوات تكمل تلك النبوة ولكن الرسالة الخاتمة بالرغم من عظمها وخاتميتها وبقائها واستمرارها إلى آخر حياة الإنسان مع ذلك نلاحظ عدم وجود نبوة بعدها لما ورد في القرآن الكريم من تأكيد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وخاتم الأنبياء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تأكيد في أنه لا نبي بعدي كما في قوله لعلي عليه السلام الذي رواه الفريقان وبصورة شبه متواترة قوله صلى الله عليه وآله أن تمني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي إذن فالنبوة الخاتمة لا يوجد بعدها نبوة هذه الظاهرة ذكرنا تفسيرها في حديثنا السابق يبقى عندنا الحديث عن جانب مهم في موضوع ظاهرة الإمامة وضرورة وجودها بعد النبوة وهو الموضوع المركزي والأهم هو أنه كيف يمكن أن نفسر ضرورة وجود الإمامة بعد النبوة الخاتمة مع أنها نبوة خاتمة تتصف أولا بكمال الرسالة كما ذكرنا في الحديث السابق وثانيا أن الإنسان الذي كانت النبوة خاتمة بالنسبة له هذا الإنسان أيضا وصل إلى مرحلة من التكامل العقلي والإدراك بحيث لا يحتاج إلى نبوات ورسالات جديدة تمثل مرحلة من التكامل الرسالي هنا فيما يتعلق بهذا الموضوع نشير إلى نقاط ثلاثة مهمة إلى نقاط ثلاثة مهمة ذات علاقة بهذا الموضوع النقطة الأولى من النقاط التي تفسر ضرورة استمرار الإمامة بعد النبوة حتى بعد النبوة الخاتمة هو أن التاريخ البشري بصورة عامة وتاريخ ما بعد النبي صلى الله عليه وآله بصورة خاصة توجد فيه ظاهرة هذه الظاهرة لا بد من دراستها وتحليلها ومن خلال هذه الدراسة والتحليل يمكن أن نتبين ضرورة وجود الإمامة وهذه الظاهرة هي الظاهرة التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم وهي ظاهرة الإختلاف حيث نلاحظ في التاريخ البشري وجود هذه الظاهرة والقرآن الكريم هنا يؤكد أن هذه الظاهرة هي ظاهرة تحكم حركة الإنسان ووجود الإنسان في كل مراحل حياته ومن ثم فلا بد أن نرى ما هو الموقف تجاه هذه الظاهرة وهي ظاهرة الإختلاف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين يعني هنا القرآن الكريم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بقدرته هو قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة لا يوجد فيهم اختلاف ونزاع وإنما يكون متفقين في حركتهم بصورة عامة لكن لم تكن مشيئته ذلك وإنما كانت مشيئته أن يكونوا مختلفين يعني مقتضى الحكمة الإلهية والإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية في وجود هذا الإنسان هو أن يكون هناك اختلاف بين هؤلاء الناس واستثنى القرآن الكريم من هؤلاء الناس أولئك الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك هؤلاء الذين يستثنون من الاختلاف فيكونوا أمة واحدة ويكونوا متحدين في حركتهم وإلا فالظاهرة العامة التي تحكم المسيرة البشرية كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك هي ظاهرة الاختلاف وهذا الأمر أيضا تؤكده النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في مجالات متعددة ومختلفة وأيضا رواها الفريقان أهل السنة والشيعة معا من أن الحياة الإنسانية ومنها حياة المسلمين هذه الحياة محكومة لهذه السنة التاريخية وأن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن المسلمين وأنهم سوف يتبعون سننما قبلهم في بعض النصوص يقول طابق النعل بالنعل فإذن حركة المسلمين أيضا وحركة التاريخ الرسالة الإسلامية أيضا محكومة بهذه الظاهرة وهي ظاهرة الاختلاف ونحن أيضا إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ الإنساني من أجل أن نرى هذه الحقيقة نجد أن التاريخ أيضا شاهد على هذه الحقيقة هذه ليست مجرد نظرية كرسها القرآن الكريم وذكرها القرآن الكريم وإن كان القرآن الكريم حديثه أصدق حديث لأنه حديث الله سبحانه وتعالى وكلمة الله سبحانه وتعالى وكلمة الله دائما هي كلمة الحق لكن مع ذلك إذا أردنا أن ندرس التاريخ الإنساني نجد أن هذه الكلمة الصادقة المتمثلة بكلمة القرآن الكريم تنطبق تماما على حقائق التاريخ وما شهده الإنسان وعرفه الإنسان ورآه الإنسان ولمسه الإنسان في حركة التاريخ نحن عندما نطالع التاريخ ونراجع التاريخ نجد أن التاريخ الإنساني بصورة عامة كان محكوم لهذه الظاهرة وكذلك تاريخ الرسالات الإلهية يعني تاريخ الجماعات التي آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بالوحي الإلهي وآمنت برسالات الأنبياء أيضا كذلك كانت توجد فيها هذه الظاهرة والقرآن الكريم أيضا يتحدث عن هذا الاختلاف الذي شهدته الرسالات الإلهية والتاريخ أيضا يشير إلى هذه الحق عندما نرجع إلى تاريخ جماعة إبراهيم بقية من الجماعات الرسالات الإلهية من نوح عليه السلام لا يوجد الآن أثر على المستوى البشري فيما يتعلق بمن يؤمن بنوح عليه السلام بصورة خاصة لكن على المستوى الرسالات الأخرى كرسالة إبراهيم عليه السلام ورسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام وكذلك رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يوجد الآن على مستوى التاريخ البشري والوجود الإنساني يوجد من يلتزم بهذه الرسالات وينسب نفسه إلى هذه الرسالات الصابعة مثلا ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام الحنفاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام وهناك طبعا جماعة كبيرة الآن في العالم تنسب نفسها إلى موسى عليه السلام وهم اليهود الموسويون وكذلك أيضا جماعة أخرى تنسب نفسها إلى عيسى عليه السلام وهم النصارى المسيحيون مضافا إلى جماعة المسلمين الذين ينسبون نفسهم أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله هذه الجماعات إذا أردنا أن ندرس واقعها والرسالي نجد أيضا ظاهرة الإختلاف قائمة فيها فالصابئة فيهم اختلاف وفيهم جماعات وكذلك من ينسب نفسه إلى موسى أيضا فيهم اختلاف وفي عقائدهم وفي متبنياتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وهكذا الحال في النصارى وأيضا الحال في المسلمين إذن ظاهرة الإختلاف هي موجودة في التاريخ الإنساني بصورة عامة وفي تاريخ الرسالات الإلهية أيضا بصورة خاصة وشيء نفسه أيضا نراه على مستوى التاريخ الإسلامي حتى بعد مجيء الرسالة الخاتمة وتكامل الإنسان في قدرته على المعرفة والإدراك والوعي للأشياء أيضا نجد ظاهرة الإختلاف هي ظاهرة قائمة وموجودة وتحكم التاريخ البشري إذن فظاهرة الإختلاف هذه ظاهرة من الظواهر البشرية الإنسانية التي أكدها القرآن الكريم ويشهد عليها أيضا حركة التاريخ الإنساني بالمقدار الذي نعرفه من التاريخ ويدركه الإنسان من التاريخ من أول وجود الإنسان في رؤية التاريخ وفي معرفة الإنسان للتاريخ إلى يومنا الحاضر نجد هذه الحقيقة حقيقة قائمة وظاهرة في المجتمع الإنساني ظاهرة الإختلاف هذه طبعا فيها عدة أبعاد البعد الأول المهم في ظاهرة الإختلاف وهو الإختلاف في العبادة بمعنى أن الإنسان في حركته التاريخية يلاحظ بأنه يختلف بعضه مع بعضين في المثل الأعلى الذي يتخذه الإنسان معبودا له وإلها له ومقتدى ويتأسى به في حركته بحيث يجعله أمامه في هذه الحركة ويسعى إلى الوصول إليه في هذه الحركة والذي نعبر عنه بالمثل الأعلى وهذا التعبير في الحقيقة يمثل جميع الصور وأشكال الآلهة التي يتخذها الإنسان سواء كانت هذه الآلهة آلهة غيبية أو كانت آلهة مادية نحن نلاحظ في التاريخ الإنساني أن الإنسان يجعل له مثال وهذا المثال يتعبد له ويقدسه ويسعى لتحقيقه طبعا هذه الأمثلة بعضها أمثلة مادية من قبيل ما يتخذ الإنسان من مثال ويقدسه هو العشيرة أو القوم في مساحة أوسعة من العشيرة أو يتخذ الإنسان القوة والقدرة كمثال وكإله يتعبده هذه القدرة تارة يراها في كوكب من الكواكب العظيمة الضخمة أو هذه القدرة يراها في وجود من الوجودات كالملائكة كما يشير القرآن الكريم أو في الجن بعضهم يعبد الجن بعضهم يعبد الشيطان باعتبار أنه يراها قدرة غيبية أو يراها قدرة تعيش معه في حياته كعبادة الأموال والأولاد باعتبار أنه يمثلون القدرة في حركة الإنسان أحيانا على إحراء القدرة والقوة تأخذ أحيانا كإله يعبده الإنسان أو الشهوات والهوى في داخل الإنسان أيضا كذلك أحيانا يتحول هذه الشهوة وهذه اللذة للإنسان والهوى كما يعبر القرآن الكريم يتخذوا إلى فرأيت من اتخذ إلهه هواه بحيث يتحول الهوى إلى إله هذا أيضا نوع آخر من الآلهة هناك نوع آخر من الآلهة يتخذ الإنسان هم الطغاة والمستكبرون والمترفون هؤلاء باعتبار أنهم يمثلون قدرة من ناحية وهيمنة وسلطة من ناحية أخرى وتجسيد للشهوات والهوى من ناحية ثالثة أحيانا يتخذون آلهة من دون الله على أي حال أن الإنسان يتخذ في حياته مثل هذه الآلهة ويختلف بعضهم مع بعض في هذه الآلهة ويكون تكون العبادة والمثل الأعلى سببا من أسباب الإختلاف وهذا الموضوع في الواقع يمثل قضية مهمة جدا في الرسالات الإلهية سوف نشير إليه في الحديث الآتي ونكتفي بهذا القدر من التوضيح على أن نكمل الحديث إن شاء الله في درس الآتي وفي المحاضرة الآتية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر